مدرب الدفاع عن النفس اتضربت قبل كده من واحد في الشارع انت قلت حاجة عجبتني قوي كيفية التعامل مع الموقف ان انت ممكن تنهي الموقف ما يوصلش الضرب او دفاع عن النفس عن طريق سرعة بديهتي اه اه او ان انا اتعامل مع الموقف انت كمان بتضرب الناس على كده هو ده الاساس ازاي بقى اه اه عرفني اه ما ينفعش ان انا مثلا دلوقتي استنى لغاية ما الخطر يوصل لغاية رقابتي ولا كنت ان اتصرف ازاي يعني ما ينفعش مثلا ان انا ابقى مثلا في عربيتي ومع اسرتي وسايب السنترلوك مفتوح ومش مركز في المرايات وقعد اعمال مركز في التليفون وبعد كده الاق اربع مسبتني بأسلحة من الاربع شبابيك ولا اتصرف ازاي لو بورسني مش عارف يتصرف ولكن لو انا قافل السنترلوك ومركز في المرايات ولقيت حركة مريبة ابتدي ان انا اخد حذري واتحرك انا كده بوست عليه اصلا البلان اللي هو احطيتها ان هو اصلا يخش ويسبتني او يخسر مني حاجة او يتعدى لأي حد من اسرتي خلص هيشوف حد غيري دايما دايما اللي داخل بيسبت او داخل بيسرق او داخل عايز يعمل اي حاجة فيها خطر هو مستني الصغرة من الضحية عشان يخش له لو الصغرة دي ملقهاش مش هيدخل مش هيدخل اصلا فانت اصلا بتقفل الصغرات دي بالزبط كده على المجرم اه ماينفعش ان انا مسلا اخش في شرع هادي وما فيوش اي حد وابقى ماشي ولما لاقي حد كمان شكله مريب مااخدش حذري واسيبه لغاية ما يقرب علي وبعد كده اقول اتصرف ازاي لو حاطس لحلق ابتلي لكن لو انا دخلت ولقيت حركة مريبة ابتدي اخد مسافة ابتدي اخد وضعي هو لو حسب كده هو مش هيدخل يجري ورايا طيب هسألك سؤال وابعة تزعل مني لا تفضلني مينة مدرب الدفاع عن النفس اتضربت قبل كده من واحد في الشارع طيب انا مش هينفع ان اتكلم عن نفسي لكن كل اللي انا درهوليك يا رب يا رب يا رب ما نوصل ان احنا نتحط في موقف زي كده ما حصلش ايه ما حصلش لا يعني ما اتضربتش يا مينة انا حاسك انك متضايقة انا حاسك ان حاجة مضايقك بس يا مينة انا 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 كحد بشوفك بشوفك يعني ايه اوفر شوية او يعني عايز تحسسي ان انت هيرو دايما بش حد بيعمل كده ايه غيرام العواضي لا لا خالص بأمنت ربنا بالعكس على فكرة عايز اقولك على حاجة بما اني انت جيبت سيرة العواضي عواضي ده على فكرة راجل مخترم جدا وده يخر راضد علي قبل كده في اكتر من مرة انا كمان بحب العواضي يا جماعة يعني في رمضان السنة اللي فاتت وفي الصيف السنة اللي فاتت برضو كنت عملت رئاكتة على حاجة لما هو كانت لها في برنامج صاحبة السعادة وبياكل خب دانية فعملت رئاكتة وحاجة زي كده وكتبت له فتحت نفس السنة العواضي وهو دخل ورد وكده فراجل دلوقتي اصلا جميل هو جميل لا بيحترم المحتوى اللي انا بعمله عليه وبيخشي وبيخشي روت ازاي انا مردودي اكون غيران منه بالعكس يعني افهم من كلامك ان العواضي موافق على كل الانتقادات اللي انت انت قد طهاله على الصفحة بتاعتك يعني اعتقد بنسبة كبيرة انا هاخد منك الكلمة دلوقتي اه لا اعتقد بنسبة كبيرة مستحيل العواضي يكون زعلان بشكل شخصي ان هو فاهم لان انت لو خطر متقبل وجهات النظر واختلاف وجهات النظر انا انا ما اعدتش معايا ولا دخلت في طريق التفكير بس انا بتوقع بنسبة 99% هو مستحيل يكون واخد الترجمة اللي الناس بترجمها لان الناس يحب العواضي فواخد الموضوع بشكل عاطفي شوية لكن انا مفيش فيديو مفيش فيديو نزلته على المسلسل او على اي حد العواضي او غير العواضي اللي ما لازم بذكر فيه كل الاحترام والتقدير لكل صناع العمل بداية من بطل العمل لغاية اصغر واحد فيه اشتركوا في القناة